السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذا الفيديو أنا حاملكم مراجعة عامة لمنهج الصف الرابع لابتداء الفصل الدراسة الأول طبعا هذا الفيديو كتير حيفيدكم بأنه أنتوا إن شاء الله تفهموا المنهج كامل للصف الرابع وتعرفوا إيش الأشياء المهمة حنبدأ طبعا بالحروف الهجائية الإنجليزية طبعا إحنا عارفين أن الحروف هما 26 حرف إنجليزي طبعا عشان نعرف هذه الحروف لازم نعرف كيف شكل الحرف في الكابتال والسمول وكيف نطق كل حرف بالصوت إيش يعني بالصوت يعني ما حنقول A B C D لا حنقول A يعني إيش صوت الحرف لما نقرأ كلمة تجتمل على هذه الحروف طبعا هذا الشي حيعلمكم بأنكم أنتوا تقرأوا كلمات اللغة الإنجليزية وتتدربوا عليها يعني مثلا هنا صوت الحرف أ أ أبل لما نقرأ كلمة فيها حرف الأ ما حقول A لا حقول أ هذا أ كابتال أ سمول با هنا حرف السي إلو صوتين ممكن يجيب حرف بصوت الك زي ما نقول كاو مثلا أو ممكن نقول س زي ما نقول سيركل يعني حرف السي إلو صوتين صوت الك وصوت السا دا إِي أ زي كلمة إليفانت هون طو queen ف a fa 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 ga 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 مثل كلمة goت هة ها هات uh a hat uh 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 i uh l-aji صوته ا uh 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 Z Eli كلمة ink جة 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 صوت الجة حرف الجة هو جة جت حرف الكة كة 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 زي كايت أو كينج ل ل للمون ل حرف ال ال ينطق بلا ما 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 مون منكي نه 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 عرف ال ان ينطق نه زي نست او او اورانج او بي 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 زي كلمة pen أو pencil او كة كة كوين او كة يلفظ عرف الكيو بي كة ايضا ر ر ر ربت ر س س س سن ت ت ت تايجر حرف اليو ينطق ا ا ا ا ا ايضا له صوت آخر هو اليو زي كلمة يونت اللي هي الوحدة الوحدة الاولى الوحدة الثانية ممكن نلفظه بصوتين يو و ا ا ا زي كلمة امبريلا اللي هي الشمسية او يو زي كلمة يونت اذا الو صوته و الاكس غالبا بعض الكلمات يأتي في اخر الكلمة زي كلمة بوكس بوكس يأتي في اخر الكلمة له صوته الاكس كس اوكي الواي صوته يه 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 زي كلمة يالو يه يالو واخر حرف هو ز ز ز زيبرا ينطق بز اذا احنا كده تعلمنا اصوات الحروف الانجليزية هذه الاصوات هتعلمك كيف انك انت او انت يا طالب تقرأ الكلمة اللي تجتمل على هذه الحروف علمنا ايضا في منهج الصف الرابع هذه الكلمات اللي تبدأ من حرف الاي اخدنا كلمات الى حرف الجي والكلمات هذه مهم جدا انك انت تعرف معنى كل كلمة وكيف شكل كتابة هذه الكلمة منك انت تكمل الحرف الاول الناقص مثلا اول كلمة عنا لها صورة التفاح وهي ابل 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 الاي في الاخير ما حنقول ابل اي في الاخير لا ينطق اذا ابل اي اي مكتوبة في اخر الكلمة لا تنطق ما منقول ابل 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 ما تعني تفاحة ادب ويعني بير هنا البي البي نطقها بي خفيفة بير بير اذا حرف النقص حرف البي طبعا الكابتل والسمال هنا عنا السمال هنا عنا الكابتل اذا دب يعني بير ممكن في الاختبار المعلم يجيب صورة التفاح ويقول لك اختار الكلمة الصحيحة ويحط لك مثلا كلمة ابل كلمة كاو كلمة بير وانت عليك انك انت تختار الكلمة الصحيحة عشان كده لازم نعرف كيف تكتب كل كلمة عشان نقدر نتهجهاها زي ما علمتكم بصوت الحروف طيب كاو اللي هي البقرة كاو يعني ننفوزها بصوتين الكا والسا هنا هننفوزها بصوت الحرف كا كاو 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 كاي وتعني البقرة دك دك وتعني البطة ايج ايج وتعني البيضة هذه الكلمات انتو اللي اخدوها في صف الرابع مهم انو انتو تحفظوها وتعرفوا معنى كل كلمة بالصورة المقابلة لها فيش فيش وتعني السمكة جوت هنا ايضا حرف الجي له صوتان اما بالقا او بالجا جوت هنا جوت ينطق جا اوكي عنا هات اللي هي القبعة جوت يعني الماعز والهات تعني القبعة او الطاقية انك 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 وتعني المحبرة او الحبر واخيرا عنا كلمة جت جت وتعني الطائرة النفاثة اذا عليكم يا طلاب انكم انتو تعرفوا الصورة كل صورة ما هي كلمتها او ما معنى هذا الصورة انكم تحفظوا الكلمة اخذنا ايضا في منهج الصف الرابع بعض الاوامر بعض الاوامر اللي ممكن يقولك اياها وانت لازم تنفذها زي close your eyes close your eyes close تعني اغلق او سكر عينك اغلق عينيك close لازم نعرف انه close ممكن يقولك اغلق الباب اغلق عينيك اغلق الكتاب اذا نعرف كلمة close هنا هنلاحظ انه انا في الاخير ما لفظتها close close والاس هنا صوته كصوت حرف الزي اذا close your eyes انا open your eyes افتح عينيك open your eyes يعني لازم نعرف هذه الاوامر اذا حدأ لنا open يعني افتح close يعني اغلق اذا open your eyes عنا كمان raise raise your hands ارفع يديك الى اعلى raise raise يعني ارفع طبعا hands تعني اليدين اذا raise your hands وعننا كمان clap يعني صفق clap your hands يعني صفق بيديك clap your hands يعني صفق اخذنا كمان اوامر اخرى وهي stand up stand up stand up يعني قف اذا لازم نعرف انه stand up تعني هنا قف please تعني لو سمحت طبعا للبولايت عشان نكون كلامنا بادب اذا نعرف انه stand up قف عكسها sit down عكس stand up sit down يعني اجلس اذا عندنا stand up قف و sit down اجلس لازم نتدرب على هذه الكلمات وننفذها عملياً هنا عندنا please come to the front لما نقول له واحد come to the front يعني تعال الى الامام come هنلاحظ الايمام نلفظها في الاخير come to the front come to the front يعني تعال الى الامام make a line make a line طبعاً كلمة please يعني لو سمحت اذا make a line make لم نلفظ حرف الاي في الاخر make a line يعني اعملوا طابور صفوا اوقفوا بشكل طابور make a circle make a circle هنلاحظ هنا حرف السي لفظنا بسي وليس ك هنا السي جاء بعده حرف الاي وممكن يجي بعده حرف الاي ايضاً وحرف الواي هذه الثلاثة حروف اذا جاءت بعد حرف السي هيلفظ بسي وليس ك اذا circle circle الاي ما لفظناها في الاخير make a circle يعني اعملوا دائرة اعملوا دائرة اي احد يقول لك make a circle هتعمل دائرة انت واصدقاؤك ايضاً go back to your seat اذهب الى مكانك go back to your seat seat اذهب واجلس في مكانك seat يعني مقعدك او مكان الذي تجلس فيه go back يعني عد عد الى مكانك او مقعدك please طبعاً قلنا يعني لو سمحت اذا go back to your seat اذا هذه هي الاوامر اللي تعلمناها في الصف الرابع نتدرب عليها كويس تعلمنا ايضاً في منهج الصف الرابع بعض الاسئلة المهمة جداً كل الطلاب يعرفوها ويعرفوا كيف يجاوبوا عليها اول سؤال what is your name لما اي احد يسئلك what is your name يعني ما اسمك what is your name ما اسمك هنجاوب my name is ونذكر الاسم سواء علي نورة هناء خالد ونذكر الاسم اذا my name is ونذكر الاسم again what is your name what is your name my name is ونذكر الاسم how are you how are you how are you كيف حالك الاجابة على طول I'm fine thank you ممكن نكمل and you يعني منسأله انت ايضاً كيف حالك اذا how are you اجابته I'm fine thank you how are you يعني كيف حالك الاجابة I'm fine انا بخير thank you شكراً لك هذه الاسئلة والاجابات ضروري كل الطلاب والطالبات يعرفوا السؤال واجابته كيف حتكون لو جات اختياري ممكن يجاوبوا ويعرفوا الاختيار الصحيح لهذه الاسئلة how old are you how old are you يعني كم عمرك how old are you طيب هنا you هنبه لنقطة مهمة انه هنا you لها معنيين اما انت نسأل شخص واحد ونقول له you كم عمرك انت او انتم you ايضاً تأتي لمجموعة كم عمركم انتم اذا هتكون الاجابة اذا كانت ممكن لها اجابتين اما I am nine years old يعني عمري انا تسع سنوات I am nine years old او عمرنا نحن عشر سنوات او تسع سنوات حسب العمر we are اذا نحن تعني we اذا كان السؤال be you يأخذ اجابتين اذا كان في الاختيار عندكم اما am او we واجابات اخرى هنختار اما am اذا موجودة واذا مش موجودة I am هنختار we اوكي اذا موجودة I am هنختار I am لانه هي الاجابة الشاملة والرئيسية لكلمة you اما اذا لم توجد كلمة I am ووجدت فقط we are تأخذ we are نفس معنى you how old are you كم عمرك او كم عمركم انتم هنقول I am 9 years old عمري 9 سنوات كده هتكون الاجابة I am 9 years old او we are 10 years old او 9 years old لانه الصف الرابع بياخد عمرين اما 9 او 10 طيب اذا سألنا how old are they هنا قلنا are you وقلنا بتيجي ب I am و we يبدأ ب I am او we طيب اذا قلنا how old are they هتكون الاجابة ب they are هنعكس انا حطيتكم الاسهم العكس في الاجابة هنعكس هنبدأ ب they بعدين are مستحيل نقول how old are they ونقول I am خطأ ولا نقول we ولا نقول شي من السؤال نأخذ الاجابة سألنا ب are they هنجاوب ب they are ونكتب العمر 9 years old او 10 years old اذا how old are they they are 9 years old طيب how old is how old is he he is اذا الاجابة he is 9 years old ايضا الاجابة تأخذ من السؤال اوكي واخيرا how old is she how old is she she is 9 years old اذا she is 9 years old تعلمنا ايضا في الصف الرابع عن family وهي العائلة مما تتكون العائلة او family تتكون العائلة من grandpa اللي هو الجد grandma وهي الجدة من dad وهو الاب mom الام brother الاخ brother الاخ الثاني او اخ واحد المهمة brother تعني كلمة اخ و sister sister الاخت اذا family تتكون من grandpa grandma dad mom brother sister هذه هي العائلة ممكن يجينا صورة لأي شخص من هذه الشخصيات وقلنا هل هو grandpa او grandma او sister او brother حسب الصورة هنختار الاسم اخذنا ايضا في الصف الرابع او في منهج الصف الرابع اجزاء من الجسم من البودي اخذنا الرأس وهو الهد هد هذه صورة الهد اذا جاءت في الاختبار هذه الصورة هنعرف انه هي هد هد وتعني الرأس هنا اذا جاءنا في الاختبار هذه الصورة تعني الكتفين او الاكتاف وهي shoulders 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 اخذنا ايضا الركبتين هنا صورة ركبتين وتعني knees knees ذكرنا سابقا ان حرف الك اذا جاء بعده حرف الان لا يلفظ اذا تعني knees knees تعني ركبتين اصابع القدم تعني toes 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 وهذه الصورة لاصابع القدم toes يعني نعرف كل صورة ما هي الكلمة المناسبة لها هنا عنا eyes العينين eyes eyes عنا الاذنين ears ears كلها منلاحظ ان نحطينا اس الجمع لانها اكثر من واحد ears ears عنا mouth فم واحد لم نضع اس mouth mouth وتعني الفم اخيرا نوز nose nose نلاحظ ان الاي في اخر الكلمة لم تلفظ وهنا صوت الاس جاء بصوت حرف ز nose ويعني الانف اذا على الطالب انه يعرف كل صورة ما هي كلمتها ويعني ايضا عن الاشكال وهي shapes تعني الاشكال هذه هي الاشكال الستة التي تعلمناها في الصف الرابع ستكون اول شكل circle circle وتعني الدائرة circle كيف سيجي في الاختبار ؟ سيجي كون الاستاذ شكل سيقولكم اختاروا من بين الكلمات اذا هنعرف انه circle circle تعني دائرة هنلاحظ ان هنا حرف السي جاء بعد حرف الاي فلفظنا او نطقنا بصوت السي وليس الكا اذا circle circle دائرة عنا square square وتعني المربع عنا هنا شكل المربع square square diamond ويعني المعين دائموند دائموند كيف هنكتب ونلفظ الكلمة لازم نتعلمها rectangle rectangle هنا نلاحظ حرف السي لفظنا بصوت الكا rectangle وحرف الجي ايضا له صوت الجا اذا rectangle 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 اذا rectangle ويعني مستطيل مستطيل rectangle بعد عنا المثلث مثلث try triangle triangle try لوحدها اللي بيعرفوا بدء الكلمات تعني ثلاثي ثلاثي اذا والمثلث له ثلاثة اضلاع اذا triangle 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 ويعني المثلث واخيرا كلمة star تعني النجمة معظم الطالبات والطالبات يعرفون ان star تعني النجمة اذا circle دائرة square 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 مربع diamond معين rectangle مستطيل triangle مثلث واخيرا star نجمة كي تعلمنا ايضا الالوان وهي colors اخذنا عشرة الوان في المنهج اول هذه الالوان هي red وتعني الاحمر برضو هيجيبلكم اللون واختاروا الكلمة الصحيحة red احمر blue 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 ازرق green 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 اخضر yellow 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 اصفر orange orange برتقالي pink pink وردي pink purple purple هنا purple تعني البنفسجي ممكن بالتصوير اللون مو واضح انه بنفسجي اقرب الى الازرق الغامك ولكنه بنفسجي اللون purple 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 هنلاحظ طبعا كل الاي في اخر الكلمة لا نلفظها لا نقول purple 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 black اسود black اسود black اسود brown brown بني brown بني white اخيرا هو اللون الwhite هو الابيض الwhite اذا العشر الوان اللي اخدناها في الصف الرابع هي red احمر blue ازرق green اخضر yellow اصفر orange برتقالي pink وردي purple بنفسجي black اسود brown بني وايت ابيض هننتقل الان الى القاعدات المهمة التي شرحت في منهج الصف الرابع اول قاعدة من هذه القاعدات اللي هي verb to be او بي هي تعني am و are و is هذه القاعدة هتمشي معاكم الينا الثنوي يعني كل قاعدة من قاعدات الانجليزي اللي بتتعلموها من الصف الرابع الى الثنوي هي نفس القاعدة لا تتغير انما تطور يضاف عليها اوكي اذا verb to be يعني am or is هنا لازم نعرف am على طول يجي معها i منقول دائما i am i am اذا am تأتي معها السبجكت i i am طيب we you we they يأتون مع are منقول you are we are they are سواء في السؤال او في الإجابة they are we are you are اما is am is is are they are friends they هم أصدقاء they are friends a student انت طالب you تعني انت we we دائما تأتي معها ماذا we are we are we are happy نحن سعدين we تعني نحن كلها ضمائر it is it لغير العاقل المفرد لغير العاقل it is a tree هي شجرة it is a tree it دائما تأتي مع ماذا مع is إذن it is a tree she she دائما تأتي مع ماذا مع is she is she is a doctor هي طبيبة she is a doctor she is a doctor إذن نعيد i دائما تأتي معها am you are we are they are he is she it is ما ننساها أبدا هذه القاعدة أخذنا أيضا في منهج الصف الرابع قاعدة الارتكل الارتكل هي أ وآن متى نضع قبل المفرد أ ومتى نضع أن طبعا أ وآن فقط نضعها قبل الكلمة المفردة قبل الكلمة المفردة لا تأتي أبدا مع الجمع طيب هذه الكلمة المفردة إذا بدأت بواحدة من حروف الفاول أي الحروف العلة أو الحروف المتحركة وهي خمسة حروف O A I U و E إذن أي كلمة بدأت بأحدى هذه الحروف الخمسة هنضع قبلها أن طبعا إحنا أخذناها عشان نخلي الطالب ما ينسى هذه الحروف الخمسة عملناها بشكل Face هو Face أو الوجه عبارة عن حرف الأو إذن الأو عملنا بشكل وجه The A هي العيون أو العينين The I هي الأنف The U هي الفم وال E هي الخدود أوكي؟ عشان الطالب ما ينسى هذه الحروف الخمسة اللي هي الأو واحد اتنين A ثلاثة I أربعة U وخمسة E عشان ما ننساها عملناها بهذا الشكل يذكر في الطالب بالحروف الخمسة اللي هي حروف الفاول أو حروف العلة أي كلمة بدأت بهذه الحروف هنحط أن قبلها وليس A أما باقي الحروف الإنجليزية نضع قبلها A إذا جاءت بالصورة المفردة ومنسميها الكونسيننت هي باقي الحروف الإنجليزية وهي حروف ساكنة تعني كونسيننت يعني أي حرف آخر هنضع قبله A أما الحروف الخمسة حروف العلة نضع قبلها AN هنشوف هنا بالأمثلة عنا كلمة TREE وتعني شجرة هي شجرة مفردة TREE وضعنا قبلها A لأن حرف T من الحروف الكونسيننت اللي هي باقي الحروف الإنجليزية ما عدا هذه الحروف طيب إذا حطينا A PENCIL P P بدأ بحرف البي حرف كونسيننت حرف ساكن إذا نضع A PENCIL A PENCIL A LADYBUG بدأ أيضا بحرف ال L هنقول A هنا حرف الآي آيس كريم آيس كريم آيس كريم طبعا هنا مكتوب بحرف ال CAPITAL ممكن ينكتب CAPITAL وممكن يكون SMALL زي كده آيس كريم آيس كريم آيس كريم حرف الآي من حروف الفاول اللي هو الأنف هنا من حروف الفاول بدأ من حروف الفاول هنضع قبله آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اللي هي الفراشة butterfly car حرف السي ليس من حروف العلة a car umbrella حرف اليو حرف اليو من حروف الفول من حروف الفول وهو الفم هنا إذن هنحط an umbrella orange orange أيضا من حروف العلة وهو الفيس الوجه حرف ال o هنا حرف ال o هنحط قبله an fly اللي هي الدبانة بدأ بحرف ال f هنحط a fly وآخر كلمة arrow وتعني السهم حطينا an arrow لأنه ال a من حروف الفول من حروف العلة هنا كمان قاعدة this و that these و those طيب this و that لازم نعرف إنها للمفرد لل singular يعني مفرد this this و those لل plural يعني الجمع أكثر من وحدة هنا هنلاحظ وحدة تفاحة وحدة تفاحة مجموعة تفاحات ومجموعة تفاحات طيب بعض المعلمين أعطوا الطلاب فقط this و that والبعض الآخر توسع إلى this و those طيب إحنا حنركز على this و that this تأتي إذا كان الإشارة للشيء القريب نحن نؤشر ونقول هذه تفاحة هذه هنا قريبة من المتكلم نلاحظ أن اليد والتفاحة قريبين من بعض فهنقول this is an apple هنختار this وليس that إذا كانت الصورة الذي يؤشر قريبة من هنختار this أما إذا كانت صورة التفاحة بعيدة عن المتكلم أو الذي يؤشر هنقول that that is an apple okay that تعني البعيد هناك تفاحة هنا تفاحة this is an apple this هذه تفاحة قريبة مني that is an apple بعيدة okay هنا حنتكلم عن مفرد حنستخدم this للقريب و that للبعيد حتكون الصورة اللي هيجيبها المعلم في الاختبار نفس هذه الصورة واحدة قريب طبعا مو شرطة تكون تفاحة ممكن أي صورة شيء آخر لكن هتكون الأولى قريبة جدا من اليد أو من المتكلم والأخرى بعيدة إذن this للقريب that للبعيد طيب طيب للجمع القريب إذا كان عنا أكثر من تفاحة وكانت قريبة هنقول these these هنلاحظ أنه هنا th the تلفظ the e s e أما البعيد للمجموعة هنقول those هنا هنلاحظ الفرق o وهنا الفرق e بين الكلمتان those بعيد those are apples هنلاحظ the s الجمع موجودة في كلمة apples these are apples إذن these للقريب those للبعيد هذه تنحفظ حفظ okay this للمفرد القريب that للمفرد البعيد these للجمع القريب those للجمع البعيد وبكده إحنا انتهينا من شرح النقاط المهمة في كتاب الإنجليزي الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو أنه أنتوا تنشروا لأكبر عدد من الطلاب عشان يستفيد الجميع وتنزلوا أسفل الفيديو وتضعوا لايك على الفيديو وأي كومنت أو تعليق بتحبوه ضيفوه في خانة الكومنت والتعليقات أنا بقراءها من فترة لفترة ولا تنسوا عشان نكمل مع بعض شرح وحدات الفصل الدراسي الثاني وشكرا ترجمة نانسي